أكد عضو المجلس السيادة رئيس لنية العليا للطوارئ الصحية صديق تاور أن هناك تحسن تدريجيا في إمدادات الوقود والغاز بوجود كميات كافية منه حسب إفادة وزير الطاقة والتعديل فيما شدد على أن الحظر الصحي المفروض حاليا ليس إجراء عكابيا بحبس المواطنين في منازلهم وإنما لتوفير الظروف التي تمنع المواطنين من تعريض نفسه لمخاطر وباء كورونا الفتاك وعقد تاور اجتماعا مشتركا مع الغرفة المركزية للطوارئ بولاية الخرطوم اليوم السبت ودع المواطنين إلى التعامل مع الإجراءات الصحية من زاوية الهدف الأساسي وليس من زاوية الحبس وقال تاور أنه تم خلال الاجتماع المشترك الاطميران على تنفيذ موجهات اللجنة العليا للطوارئ الطبية والتحديات التي تواجه ولاية الخرطوم في تنفيذ مهام الوزارات المكلفة بتوفير الوقود والغاز والدقيق والسكر والتكدس في الطلمبات والمخابز والميادين ونوها تاور إلى زيادة كميات دقيق الخبز والبدء في ترحيل السكر المدعوم من الجنيد إلى الخرطوم ترجمة نانسي قنقر